كيوم اعتيادي يمر العيد على الشمس علي حسين سيدة مسنة نزحت من الموصل منذ ست سنوات بعد أن اختلطت عليها الأيام وأصبحت جميعها متشابهة العوز والفقر وضيق الحالي جعلها تنسى حسابات الأيام والمناسبات ماكو كل شي حتى ملابس بابره وخيط عمتهم واتخيط هدوم ومنع عليهم هدوم مشققة والله ما عدم اكثر النازحين فقدوا متعة الاستعداد والاحتفال بالعيد مثل مسلم العالم حيث يتم التحضير له عادة بشراء الملابس الجديدة للأطفال وإعداد الحلويات الخاصة فضلا عن تبادل الزيارات بين الأهل والأقارب أبسط مثال أنه أنت محروم من قرائبك من ربعك من أصدقائك هاي بالعيد أنت هو بمناسبات العيد شنو؟ الزيارات وتشوف خوية كل ما شايفه وتعايده هذه كلها مواجهة الحمد لله أنه عن طريق المبالات شوية إدارة مخيم بحرك خففت من إجراءات الدخول والخروج أيام العيد إلا أن الأوضاع الصعبة للنازحين تدفعهم للبقاء في خيامهم دون استقبال الضيوف أو زيارة الأقارب في وقت ما زالت بعض المخيمات تستقبل النازحين من مخيمات تم إغلاقها في وسط العراق من بعد الشهر العاشر الحدل تقريبا 75 عائلة جديدة استقبلنا 75 عائلة جديدة نعم بس ما يستلمون مواد ما الهجرة وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت العام الماضي إغلاق مخيمات النازحين في عموم البلاد قرار أثار انتقادات كثيرة من قبل هيئات ومنظمات لحقوق الإنسان ما دفع أقليم كردستان إلى الإبقاء على المخيمات الموجودة فيه بعد أن أبدت العائلات المقيمة رغبتها البقاء بدل من العودة إلى منازلهم المهدمة أو أماكن ما زالت تشكو غيابا واضحا للأمن والاستقرار أغلب النازحين المقيمين في الإقليم يتركزون في مدن أربيلا والدهوكا والسليمانية بنحو أربعين ألف عائلة تعيش أوضاعا مزرية رغم ما تقدمه المنظمات الدولية من مساعدات ومعونة إنسانية نحو ألف عائلة ستمضي أيام العيد في هذا المخيم للعام السابع على التوالي وترن أنظارهم إلى الجهات المسؤولة لتهيئة الأجواء لهم للعودة إلى مناطقهم عسى أن يستقبلوا الأعياد القادمة في ظروف أفضل عبد الحميز زباري الحرة أربيل